القاهرة والناس مختلفة عن كل قنوات الدينة دخلتها مش معنى ده ان القنوات الثانية كانت بحشة لطمح الله بس القاهرة والناس فيها حاجات كتير انا شفتهاش في قنوات الدينة يعني هما بيشتغلوا بمهنية اكتر من اي قناة انا دخلتها هما بيعتموا بالصورة جدا اكتر من اي قنية انا رفتها عندهم طبعا استاذ سارق نور طبعا احنا كلنا تربنا على صوتنا يعني انا طول عمري بس مع صوتك من وانا صغيرة مبسوطة جدا طبعا ما انا شفته وتعملت معاه هو مبتع مبتكر كرياتيف بشكل مش عادي صعب او يطلع مزيع او مزيع على شاشته الا لو حطتها في بروادها الصح وفي مكانها المناسب وغير كده استاذ ميلاد ابي يرعب طبعا المشرف على الاخراج في القناة وهو مشرف علينا كلنا مخرج هايل انا بسوطة قوي ان انا اشتغلت معاه مختلف عن اي مخرج انا اشتغلت معاه في حياتي طبعا هو المشرف على الاخراج بس هو بيشوف كل حاجة بنفسه بيطلع كل البرامج بنفسه في الاول علشان يتطمن عليها فلا بصراحة كل حاجة شفتها في القاهرة والناس مختلفة تماما اقدر اقول ان هي اكتر القنوات ميهنية في كل القنوات اللي انا دخلتها بحياتي بسراحة مستحيل اطلع على الشاشة وفي حاجة كده ممكن تكون مش صح او مش مظبوطة مستحيل هما من اول واحد في القناة الاخر واحد في القناة قاعدين يطلعوك بكل المراحل بقى ابتداء من التصوير والوانتاج كل حاجة ميكب رئاس تحرير او السكريبت او طبعا استاذ عبير كبروديوسر كل دول شغالين على انهم بس يطلعوك على اكمل وجه فشيء حلو قوي انك انت تلاقي قدامك كرو كامل بيحاول يطلعك بشكل كويس لان هما بيدون موزيعة ثقة في النفس جدا بيدوها ام ام بيدوها حلو قوي بيدوها شخصية بيقولها شخصيتك احنا هما بيشغلوش معهم اي حد هما علشان يشغلو معهم حد لازم يكونوا وصفين فيه ولازم يكون عمل فيلوت واثنين وثلاثة وعشرة وخوستاشر المهم في الاخر انه يوصل للشكل اللي هما عايزينه او يدروا وطلعوا منه حاجة كويسة فمش اي حد بيشتغل معهم مغير الناس اللي هما شايفين ان فيها الحتة اللي ممكن يعني تؤدي لان هو يكون انسان يعني ليه سمعة كويسة او ليه رأي او ليه كلمة في وسط الناس وشوشة الموقع الفني الاول في مصر رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل الاشراف العام احمد الهواج